أصدرت السلطات المحلية بجزيرة لابلما الإسبانية أوامرة لأكثر من 8000 شخص بإخلاء منازلهم مع تقدم الحمام البركانية وتوصل سلطات جهودها لمواجهة تقدم سيل الحمام المتدفقة من بركان ثائر وأعلن جهاز الطوارئ في أرخبيل الكنار الإسباني في تغريدة أنه أصدر أمرا بالإخلاء لعدة مراكز سكانية مختلفة في منطقة لوس يانوس دي إريداني في غرب الجزيرة بسبب توقع تقدم الحمام البركانية المتوجهة إلى شمال غربي بركان كومبري فييخا وبدأ بركان كومبري فييخا بقذف حمامه منذ 19 من سبتمبر أيلولا مما أجبر الألاف على مغادرة منازلهما وأثر الرماد البركانية على نشاط الرحلات الجوية من وإلى الجزيرة وهو ما أدى إلى تقييد الرحلات السياحية حيث بدت المطارات والشواط فريغة وارتفعت عمليات الألغاء بشكل كبير وتلاشت الأمل في أن يزور آلاف الأشخاص الجزيرة كالمعتاد في أيام العطل الرسمية ترجمة نانسي قنقر